اشتركوا في القناة ايها العمال الى جانب اننا سنتعرف على اسلوب الامر واغراضه فهيا بنا عزيزي الطالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عمل احدكم عملا فليتقنه فالعمل اساس الحياة والعمال هم عصبها فلولا العمال ما تقدم المجتمع ولا نعم بالخير والرخاء وقد ادرك ذلك امير الشعراء احمد شوقي فاراد ان يكرم فئة العمال ويدعوهم الى المضي في رسالتهم وسنستفيد من درسنا لهذا اليوم لمناقشة اسلوب الامر واغراضه فهيا بنا اولا عزيزي الطالب لمشاهدة هذه الصور انظر عزيزي الطالب كما ترى في الصورة مجموعة من العمال هنا وايضا هنا اعمال يقوم بها بعض العمال صورة اخرى كما ترى في هذه الصورة عملان يقومان ببعض الاعمال وهذه الصورة تعبر عن يوم العمال والذي يصادف في اليوم الاول من مايو من كل عام هيا بنا لتعرف على شاعر نصنا لهذا اليوم عزيزي الطالب احمد شوقي شاعر مصري معاصر ولد في القاهرة سنة 1868 درس في مدارس مصر وفرنسا الحقوق والادابة الفرنسية نفي الى اسبانيا مدة اربع سنوات بويع بامارة الشعر ولقب بامير الشعراء له اثار كثيرة منها دوان شعره الشوقيات والمصرحيات كمصرحية مصرع كليو باترا ومجنون ليلة وقنبيز وغيرها توفي سنة 1932 ميلادية فهيا بن عزيزي الطالب الان لنتعرف على الابيات الشعرية لنصنا ايها العمال ايها العمال افن العمر كدا واكتسابا واعمروا الارض فلولا سعيكم امست يا بابا اتقنوا يحببكم الله ويرفعكم جنابا ايها الغادون كالنحل ارتيادا وطلابا في بكور الطير للرزق مجيئا وذهابا اطبوا الحق برفق واجعلوا الواجب دابا واستقيموا يفتح وحث على العمل وافناء العمر في عمارة الارض تذكر عزيزي الطالب ايها العمال افن العمر نعم اجابتك صحيحة هذه الفكرة واردة في النص نرى فكرة اخرى اجتهاد العمال في طلب الرزق كالنحل والطير تذكر ايها الغادون كالنحل نعم هذه العبارة ايضا واردة في النص الشاعر يدعو العمال للتنازل عن حقوقهم من اجل لقمة العيش هل ورد ما يخبرنا عن حق العمال في النص نعم ولكن الشاعر قال اطلبوا الحق برفق ولكن هنا العبارة تقول ان الشاعر يدعو العمال للتنازل عن حقوقهم اذا هذه الفكرة غير صحيحة اذا هنا الفكرة غير واردة في نصنا الى فكرة اخرى الاستقامة تفتح ابواب الرزق تذكر قول الشاعر واستقيموا يفتح الله لكم بابا فبابا اذا هذه الفكرة واردة في نصنا لهذا اليوم سؤال اخر ايها العمال افنوا العمر كدا واكتسابا يخاطب الشاعر في البيت السابق هل يخاطب طبقة المثقفين ام طبقة العمال ام المعلمين ام ارباب العمل ايها العمال بالتأكيد اجابتك صحيحة عز الطالب يخاطب الشاعر في البيت السابق طبقة العمال وامروا الارض فلولا سعيكم امست يا بابا النتيجة المترتبة على عدم اعمار الارض هل يترتب على ذلك الخراب والدمار ام قلة الانتاج ام انتشار البطالة ام كل ما سبق اتقنوا يحببكم الله ويرفعكم جنابا ما ثواب من يتقن عمله عند الله والناس ما نتيجة الاتقان يحببكم الله اذا اشكرك عز الطالب اجابتك صحيحة من يتقن عمله ينال رضى الله والجنة ويحترم ويقدر من قبل الناس جميعا انما العاقل من يجعل للدهر حسابا العاقل من وجهة نظر الشاعر هو من هل هو من يضيع ماله ام يمرح ويغني ام يحسب للمستقبل ام يبخل على نفسه نعم من يجعل للدهر حسابا اجابتك صحيحة العاقل من وجهة نظر الشاعر هو من يحسب حساب المستقبل فاجعلوا من مالكم للشيب والضعف نصابا ما النصيحة التي نصح بها الشاعر العمالة فاجعلوا من مالكم اي من بعض مالكم لماذا؟ لوقت المشيب والضعف نصابا اي مقدارا معينا من هذا المال اذا ما النصيحة التي قدمها الشاعر هنا؟ اشكرك عز الطالب نصحهم ان يدخروا جزءا من مالهم كي ينفعهم عند الكبر والضعف فاجعلوا من مالكم للشيب والضعف نصابا اذكر مثلا عربيا يتوافق ومعنى البيت السابق نعم اشكرك عز الطالب القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود ومن يتق الله يجعل له مخرجا اذكر من النص البيت الذي يؤدي هذا المعنى نعم اشكرك عزيز الطالب واستقيموا يفتح الله لكم بابا فبابا فالاستقامة هنا معناها تقوى الله سبحانه وتعالى الى هنا عزيز الطالب لقد انتهينا من شرح المفهوم العام لدرسنا سنتناول بالشرح والتفصيل المفردات والتراكيبة والانماط اللغوية والاسليم ولكن بعد هذا الفاصل ان شاء الله كونوا معنا عزيزي الطالب عدنا ثانية لمناقشة المفردات الصعبة والاسليم والتراكيب اللغوية والانماط فهيا بنا الكلمات في جملة مرادفها أفن العمرة أمست يا بابا يرفعكم جنابا واجعلوا الواجب دابا الخيارات المتاحة هنا خالية يُعلي شأنكم اقضوا الجد الدائم أفن العمرة قد جاءت هنا بمعنى اقضوا العمرة أمست يا بابا أي خرابة ما معنى خرابة هنا نعم بالتأكيد خالية يرفعكم جنابة ما المقصود هنا أشكرك عزيز الطالب يرفعكم جنابة أي يُعلي شأنكم واجعلوا الواجب دابا ما مرادف دابا أشكرك عزيز الطالب المقصود هنا الجد الدائم والمقصود بكلمة دابا هنا عزيزي الطالب هو الدأب أي العادة والاستمرار الكلمات في جملة مضادها أيها الغادون كالنحلي أطلبوا الحق برفق العاقل من يجعل للدهري واستقيموا يفتح الله لكم بابا فبابا هنا الخيارات المتاهة انحرفوا المجنون العائدون بقصوة أيها الغادون أي أيها الذاهبون ما مضاد الذاهبون أشكرك عزيز الطالب العائدون أطلبوا الحق برفق ما مضاد الرفق نعم إنه القسوة العاقل من يجعل للدهري ما مضاد العاقل نعم أشكرك عزيزي الطالب المجنون واستقيموا ما مضادها هنا بالتأكيد انحرفوا سؤال آخر ضع التركيب التالي في جملة من تعبيرك اجعلوا من أسمعك تقول أشكرك اجعلوا نصيبا من أموالكم للفقراء أيها العمال أفن العمر كدا واكتسابا ما الفرق بين كدا واكتسابا الكد هو لنرى هو العمل المتواصل الجاد أما الاكتساب فهو يكون نتيجة للكد إذن هو ثمرة الاجتهاد في طلب الرزق أتقنوا يحببكم الله ويرفعكم جنابا انظر عزيزي الطالب فالمحبة هنا كانت نتيجة لإتقان العمال لعملهم إذن علاقة جملة يحببكم بجملة أتقنوا أشكرك نتيجة سؤال آخر حاكي النمط اللغاوية التالية من تعبيرك إنما العاقل من يجعل للدهر حسابا ماذا سنقول سنقول إنما الفائز من هو الفائز بالتأكيد من يكثر لله ذكرى أتقنوا يحببكم الله ويرفعكم جنابا الضمير في كلمة يرفعكم يعود على هل يعود على الناس أم الوظيفة أم العمال أم المكانة يرفعكم أنتم أيها العمال بالتأكيد إذن الضمير في كلمة يرفعكم يعود على العمال في بكور الطير للرزق مجيئا وذهابا ما الجمال في التعبير السابق بما صور الشاعر العمال هنا نعم لقد صور العمال بالطير التي تخرج من أوكارها صباحا تبحث عن رزقها الغادون كالنحل ارتيادا وضلابة ما نوع هذا الأسلوب كالنحل الكاف أداة تشبيه نعم إذن هو أسلوب تشبيه والأسلوب التشبيه أركان أربعة عزيز الطالب المشبه أداة التشبيه المشبه به ووجه الشبه فهيا لنرى هذه الأركان أولا المشبه الغادون والمقصود هنا العمال أداة التشبيه هنا الكاف المشبه به فقد شبه العمال بالنحل وجه الشبه بين العمال والنحل هو النشاط والحيوية أيها العمال أفن العمر كدا واكتسابا أيها العمال أسلوب نداء غرضه التحقير أم النفي أم التنبيه والتعظيم أم الاستغراب أيها العمال نعم أشكرك عزيز الطالب غرضه هنا التنبيه والتعظيم انظر عزيز الطالب أفن العمر كدا واكتسابا عمر الأرض أتقنوا أطلبوا الحق اجعلوا الواجب استقيموا وأيضا فاجعلوا من مالكم للشيء والضعف نصابا كما ترى هذه أساليب ماذا لنرى أشكرك عزيز الطالب إنها أساليب أمر وقد جاءت هنا للنصح والإرشاد فما المقصود بأسلوب الأمر هيا لنتعرف على ذلك الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام كقوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة والأمر هنا قد جاء بمعناه الحقيقي وهو أن يكون من الأعلى إلى الأدنى وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى وهناك أنواع للأمر الحقيقي لنتعرف على بعض منها انظر إلى هذه الآية عزيز الطالب قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله كما ترى عزيز الطالب هنا أيضا أمر حقيقي قد بدأ بلام الأمر مع الفعل المضارع وهناك نوع آخر في قوله تعالى وبالوالدين إحسان إحسان مصدر قد ناب عن فعله وأصل الكلمة أن نقول وبالوالدين أحسن إحسان فقد ناب المصدر هنا عن فعله عزيزي الطالب عرفنا أن أسلوب الأمر غرضه الإلزام فهل يأتي بأغراض أخرى هذا ما سنتعرف عليه بعد الفاصل إن شاء الله كونوا معنا أعزائي طلاب عدنا ثانية لتعرف على بعض أغراض إسلوب الأمر فهيا بنا قال تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار انظر عزيزي الطالب إلى سلوب الأمر هنا ربنا آتنا من المخاطب البشر يخاطب الله سبحانه وتعالى فهنا الخطاب كان من الأدنى منزلة إلى الأعلى منزلة فهل هنا يأتي بغرض الإلزام بالتأكيد لا لقد جاء هنا بمعنى الدعاء فالأمر هنا غرضه الدعاء وهذا أمر مختص بالله سبحانه وتعالى فقط لنرى سلوبا آخر أخل جود أعطي الناس ما أنت مالك لا تعطي أن الناس ما أنا قائل هذا البيت الشعري قاله المتنبي لسيف الدولة فقد جاء هنا من الأدنى منزلة إلى الأعلى منزلة ولكن بين البشر والأصل في هذا الأمر أن يؤدي معنى الرجاء والرجاء يكون من الأدنى منزلة إلى الأعلى منزلة بين البشر ولكن المتنبي يصليك يصليك من حرها نارا بلا شعلي كما ترى عزيز الطالب هنا محمود سامي البرودي ينصحنا فماذا يقول ابتعد عن النميمة واعلم أن صاحب النميمة سيكون ماذا في النار والعياذ بالله إذن عزيز الطالب أسلوب الأمر هنا غرضه ماذا الإرشاد اختر الإجابة الصحيحة لنرى هيا بنا واخفت جناحك إن منحت إمارة وارغب بنفسك عن ردى للذات هذا البيت الشعري يخاطمنا الشاعر قائلا واخفت جناحك أي تواضع إن أصبحت أميرا أو حاكما وارغب بنفسك عن ردى للذات أي اجعل نفسك بعيدة عن هواها غرض الأمر في بيت الشعر الصابق هل غرضه المدح هنا أم النصح أم التعجيز أم التمني وانظر واخفت جناحك إن منحت إمارة بالتأكيد أشكرك عز الطالب المقصود هنا أو غرض الأمر هنا النصح والإرشاد قلت لزميلي أعطني القلمة غرض الأمر في العبارة السابقة هل هو المدح أم النصح أم الالتماس أم التمني فكما ترى الأمر هنا قد جاء بين شخصين متساويين في المنزلة إذن ما الغرض هنا أشكرك عزيز الطالب الالتماس وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي غرض الأمر في الآية السابقة هل غرضه الإرشاد أم التعجيز أم التعجب أم الدعاء وقال رب أوزعني هنا الخطاب موجه من البشر إلى الله سبحانه وتعالى ولا يختص غرض الأمر هنا إلا بماذا نعم بالدعاء فقط هيا بنا عزاء طلاب نتعرف الآن على الدروس المستفادة من نص أيها العمال أولا السعي الدائم في طلب الرزق وأيضا تقدير العامل فهو عصب الحياة وأساس تقدمها وأيضا إتقان العمل لأنه يرفع من منزلة صاحبه المطالبة بالحق دون عنف وتعلمنا أيضا تقوى الله في العمل لأنها تفتح أبواب الرزق والدرس الأخير ادخار المال للمستقبل وللشيخوخة وتذكر وتذكر عزيزي الطالب من الأغراض التي يؤديها أسلوب الأمر الدعاء الإرشاد الالتماس إلى هنا أعزاء طلاب لقد انتهينا من شرح درسنا لهذا اليوم نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت عليكم جميعا ونتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته